أعلن المتحدث باسم الجيش العراقية يحيى رسول عن القبض على عدد من منفذي هجوم السفارة الأمريكية ومقر جهاز الأمن الوطني فيما أكد سلطهم ببعض الأجهزة الأمنية وقال رسول أنه لا يمكن السكوت أو التغاضي عن مثل هذه الاعتداءات لما تمثله من تهديد جدي لأمن البلاد والاستقرارها مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية باشرت التحقيق في الحادث للوصول إلى الجناة وتقديمهم للعدالة وتأتي تلك الهجمات على السفارة الأمريكية بالعراق بالتزامن مع تفاقم الأوضاع على الأراضي الفلسطينية